أعلن نادي الوحدات عن تجديد عقد لعب خط الوسط الدولي حسن عبد الفتاح لموسم واحد بالإضافة للتعاقد مع المدافع البرازيلي كارلوس سانتوس لمدة عامين وجاء تجديد عقد عبد الفتاح بناء على طلب المدير الفني جمال محمود بعد وقوفه على قدرات اللاعب وجهزيته كما تعاقد النادي رسميا مع المحترف البرازيلي كارلوس سانتوس لمدة موسمين بهدف تدعيم صفوفه الدفاعية وذلك بعد تجاوزه للفحص الطبي ومشاركته في ثلاثة لقاءات ودية مع الوحدات ويعتبر كارلوس ثاني المحترفين الذين يضمهم الوحدات بعد ضمه المدافع الدولي السوري هادي المصري هذا ويسعى الوحدات لتعزيز صفوفه قبيل افتتاح موسمه الجديد يوم الجمعة المقبل حيث سيواجه نادي الجزيرة في مباراة كأس الكؤوس كشف البطل الأولمبي أحمد أبو غوش عن إمكانية مشاركته في دورة الألعاب الأسيوية التي تستضيفها اندونيسيا أواخر الشهر الحالي أبو غوش الذي تعرض لإصابة قوية في قفصه الصدري والتي أجبرته على الانسحاب من بطولة الجائزة الكبرى أكد في تصريح نشره على موقع فيسبوك أن الأطباء أكدوا إمكانية مشاركته في البطولة خاصة وأن منافساتها ستنطلق في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مما يمنحه مزيدا من الوقت للتعافي من الإصابة ورفع جهزيته الفنية والبدنية كما أكد أنه قرر لالتحاق بالوفد المشارك في الألعاب الأسيوية إذ سيتم فحصه قبل المباريات بيومين لاتخاذ القرار النهائي أعلن وزير الرياضة المصري أشرف صفحي أن مجلس الوزراء وافق على السماح بعودة الجماهير المصرية لحضور المباريات بداية من الشهر المقبل الوزير أكد أثناء اجتماع للحكومة المصرية أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد المصري والأندية المشاركة في الدور لتبدأ عودة الجماهير بشكل تدريجي ومنتظم مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الجماهير هذا وأطلقت وزارة الشباب حملة تهدف إلى توعية الجماهير بنبذ العنف والتعصب يذكر أن السلطات المصرية حضرت حضور المشجعين منذ أحداث العنف التي تبعت مباراة الأهل المصري مع البورسعيدي في شهر شباط عام 2012 والتي نتج عنها وفاة 74 مشجعاً لكنها عادت لتسمح للجماهير العودة للمدرجات في موسم 2015 لتتكرر الأحداث المأساوية بمقدر 22 مشجعاً بسبب التدافع الكبير مما أدى للعودة لقرار منع المشجعين من الحضور باستثناء بعض مباريات المنتخب قرر نجم برشلونة الإسباني لين المسي لابتعاد عن المنتخب وعدم المشاركة في المباريات الودية الأربع وذلك بحسب ما كشفت إحدى الصحف الأرجنتينية الصحيفة أكدت أن ميسي لن يعود للمنتخب هذا العام وأن هناك شكوك كثيرة تدور حول مستقبله فيما أكد أحد المواقع الأرجنتينية أن نجم برشلونة سيأخذ قسطاً من الراحة لكن هذا الأمر لا يعني اعتزاله اللعب مع المنتخب ولعب ميسي 128 مباراة مع الأرجنتين سجل خلالها 65 هدفاً ليصبح الهدف التاريخية للمنتخب إلا أنه فشل بالتتويج ببطولة كبيرة معه الجذير بالذكر أن ميسي سبق له اعتزال اللعب دولياً بعد خسارة لقب كوبا أمريكا ضد شيلي عام 2016 لكنه تراجع عن قراره وعاد لصفوف المنتخب أعلن نادي روما الإيطالي عن تعقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي ولاعب نادي إشبيليا ستيفن انزونزي بعقد يمتد لمدة أربعة أعوام النادي الإيطالي أعلن في بيان له التعاقدة مع انزونزي الذي توجه قبل شهر بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده لأربعة أعوام بصفقة بلغت قيمتها 27 مليون يورو وأنه سيرتدي القميص رقم 42 وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام للفريق مؤكدا أنه سيبذل قصار جهده لمساعدة الفريق لتحقيق الألقاب يذكر أن انزونزي بدأ مشواره الاحترافي بصفوف آميان وانتقل منه إلى بلاك بيرن روفرز قبل أن يخوض تجربة إنجليزية جديدة بقميص ستوك ستي ولينتقل بعدها للدفاع عن ألوان فريق إشبيليا الإسباني تأهل سويسري روجر فدرر المصنف الثاني عالميا للدور الثالث من بطولة سنسناتي للأساتذة بعد تغلبه على الألماني بيتر جيوف تشيك وفدرر تفوق بسهولة على جيوف تشيك بفضل إرسالاته الدقيقة ودفاعه السريع مستغلا فشل منافسه في استغلال أي فرصة لكسر إرساله ليضرب موعدا مع الأرجنتيني ليوناردو مايرو الذي أقصى البريطاني أندي نوراي في إحدى أبرز مفاجآت البطولة يذكر أن فدرر غاب عن هذه الدورة لعامين بسبب الإصابة كما لم يشارك في أي دورة منذ فقد لقبه في بطولة وينبلدن الإنجليزية بخسارته في ربع نهائي أمام الجنوب إفريقي كيفين أندرسون في شهر تموز الماضي موسيقى